لا يبدو حتى الآن أي ملمح لشكل الحكومة المقبلة فما زال الأمر يتأرجح بين التوافقية التي يدعو إليها زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي والأغلبية الوطنية التي رفع لواءها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وبين أغلبية الصدر وتوافقية المالكي يمكن تلمس ثلاثة سيناريوهات مختلفة لتشكيل التحالفات المقبلة الأول يضم الفائزين الأقوياء وهم الصدر والحلبوسي والبرزاني إذ إن هناك تفاهمات بينهم تم الإعلان عنها في أكثر من مناسبة أما السيناريو الثاني فهو أن يقوم دولة القانون وبقية قوى الإطار التنسيقي بالتحالف مع عزم والاتحاد الوطني أو الجيل الجديد لكن مصدقة المحكمة الاتحادية المرتقبة على نتائج نهائية للانتخابات ربما تقود إلى مسار جديد يتمثل بخروج تركيبة جديدة تضم القوى السياسية التقليدية في تحالف واحد ينتهي بحكومة توافقية تضمن الأوزان الانتخابية وهنا سيكون للكرد والسنة قدرة أكثر بالتحكم في اختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بسبب تدافع الكتل الشيعية لكسب ود الأكراد والسنة وبالرغم من أن نتائج الانتخابات أكدت وصول 43 نائباً مستقلاً للبرلمان فضلاً عن صعود أعضاء من الحركات السياسية التي انبثقت من احتجاجات تشرين لكنهم بالتأكيد لن يكونوا بيضة القبان التي ترجح تحالفاً على آخر بسبب تشضيهم وتشتتهم من دون أن يمنع الكتل الرئيسية من كسب أعداد منهم لصالحها ويبقى السؤال توافقية أم أغلبية وطنية؟ الأيام المقبلة ستجيب على ذلك